اشتركوا في القناة مش شرحت لكم ياه انو انا بضيفها الفعل ايدي اما بدي احوله من مضارع الى ماضي الفعل صح? وقلت لكم يعني verb 2 يعني تصريف تاني للفعل يعني الفعل انا بضيف له ايدي خليني اعمل اشتعب هون اشرح لكم الماضي البسيط بالاول and then I will come back to this one لانو شكلكم شوية فاتع اموركم في بعض معرفلة خليني اشرح لكم first of all الماضي البسيط first and then I will move to the second one رح احكي لكم عن نرجع نحكي نقرأ ال ايدي في نهاية الكلام let's talk about the past simple أو simple past الماضي البسيط اوكي الماضي البسيط لما انا بدي اجي اتحدث عن شيء حصل في الماضي وخلص وانتهى اذا simple past طلع الشاشة عندكم yes الهنوف and faisal please answer طلع الشاشة عندكم yes yes صح like what زي played لعبة like stayed بقية صح like looked نظرة وفي افعال قلتلكم ما رح تاخد ال ايدي رح تاخد شكل اخر وقلنا بنسميها احنا irregular verbs اللي هي الافعال الشاذي الغير الغير منتظم يعني اللي ما بتاخد ايدي like what زي ما قلنا go يذهب went ذهب for example لما بدي اجي احكي مثلا eat يأكل ايت اكل مثلا بدنا احكي عن اعطوني افعال go حيث went اللي هي went catch catch يلتقط caught التقط اوكي come يأتي came اتى understand يفهم understood فاهمة عرفتوا كل هدول انهم ما اخدوا ايدي بنسميهم irregular verbs افعال شاذة هاي نوعين الافعال اللي انا هحتاجهم في صغط الماضي البسيط اما الفعل بحطه regular اذا كان بياخد ايدي او كان irregular اذا كان ما بياخد ايدي طيب الماضي البسيط عشان انا اجي احكي هون انا رح اصدق يس تفضل studied اضطنا ايدي صح صح استايد اصدق كمام الي هو دارس مش حتى هنا مجرس مش درس stay يبقى اي 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 انا اقصد كلمة درس درس study اي وليش حولنا ال واي الى اي وينها انا مثال يعني يس ما شرحتم لسا لان ابدأ اشرح لكم لما اضيف ايدي على نهاية الافعال كيف هيكون wrapped عدة اشكال. عرفت? يعني انا بدأ اشرح لكم الماضي البسيط بالاول. بعدها اشرح لكم حالات اضافة ال اي دي. بعدها اعطيكم كيف نقرأ ال اي دي في اخر الكلمة. اي لو ان انو احنا ملخبطين مرة. ليه? انو استرتيبك. لسه ما بلجتش. يعني انو لسه ما بدأت. لا 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 اتكلم على اول يعني. احترتيبك بيرتب الماضي. يس انا بدي اياكم تنشوا معي. حبة حبة. انا حسيتكم confused. امشوا معي شوي شوي. هلأ رح اشرح لكم اياها. everything رح يتوضح لكم فيها. عرفتو? اصلا هي هاي ما بنخلصها في حصة الماضي البسيط. بنخلصها في حصتين لانه له تفاصيل. هلأ الماضي البسيط يعني اذا الهنوف ان فيصل. قلت لكم باستخدم الفعل في التصريف التاني like this. regular and irregular. عندي شرطين عشان انا استخدم الفعل في هاي الحالتين. انا باستخدم الماضي البسيط في هاي الحالتين. الشرط الاول انه يكون الحدث حصل في الماضي وانتهى. completed action. ايش يعني completed يعني حصل وانتهى. ذهبتو الى السوق وخلصت وراحت. مثلا تناولت الطعام اكلت الاكل وخلصتو. ولا يكفي انه الحدث حصل في الماضي وخلص وانتهى. لازم يكون عندي وقت. I need to know متى حصل الموضوع. اذا there should be specific time. وقت محدد اكون عافي متى الاشي في الماضي خلص. هو صار وخلص في الماضي لكن لازم اعرف الوقت. like what? like when i say yesterday. last night. last week. two days ago. seven months ago. all right. لما احدد مثلا in 20 in 2020 في الفان وعشرين. in last june في شهر ستي الماضي. ايش بوقت تحديد وقت في الماضي. sunrise. sunrise. yeah. yesterday. sunrise. at the sunrise. كيف يعني. yes. يعني عند شرق الشمس هل تحديد وقت ولا لا? اه لا انا بدي ايش في الماضي. تحديد ماضي. اه. عرفتين? ايه لازم تحديد اليوم او اليوم او اليوم او الساعة او التاريخ. خلينا ناخد exam tools عليهم. افرجيكم كيف انه انا الماضي البسيط بس تخدمه. so the first thing. نفكر في جملة. let's see for example. yes. انت اليوم هلا عندكم ظهر عصر. what? ايش الوقت? ها. الحين. اه. الزنتين ظهر. يعني عندكم الدنيا. it is afternoon هلا معناتو تنتين ها. it is afternoon. so. معناتو بدي اسألك احكي لك شا عملتي اليوم الصباح يا الهنوف. شا عملتي اليوم الصباح. I'm sleeping. بس. okay. yes because i have work in uh at night. yes at night. you're a nurse. no i'm uh working university. you work at university. okay. yes. so you work late? late? تشتغلي متاخري يعني? no no uh but i have uh 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 study? researches? no. okay. no i'm uh um مشرفش يعني مشرف. اعرف. ايش هو? i'm sorry. مشرف تدريب انا. yes you are a supervisor. training supervisor. يعني مشرف على التدريب. طيب. yes. all right. طيب. طيب. فاسل. what did you do this morning? تحكيش sleeping? uh no. in the morning i went to uh i went uh to uh walk. i went to work. god. i went to work this morning. اليوم الصبح. اذا هون فاسل راح وخلص على الشغل. اليوم الصبح ذهب. i went to work this morning. ذهبت الى العمل. هذا الصباح. this morning لانه الصبح خلص. هو بعده في اليوم لكن فترة الصبح خلصت. حددنا الوقت. specific time وهي ماضي. i went to work this morning. بدي احكي الليلة الماضية مثلا. i watched a horror movie last night. شاهدت فيلم رعوب الليلة الماضية. حضرت وخلصت وانتهى الفيلم وهذا الحكيم باري. حددته امس. last night. الليلة الماضية. مثلا. بدي احكي. the power went off two hours ago. الكهرباء طفت او راحت. ان اطعت الكهرباء من ساعتين مضت. اطعت وخلصت ومن ساعتين. حددت الوقت. اذا كل شيء بعبر عنه بالماضي حددته خلص ويكون عندي الوقت. عارفي انا مثلا حدد حصل. لازم يكون الوقت. مهم جدا نقطة ال time. okay guys. what else? هاتلا ناخد examples also. مثلا. last year where did you go for a vacation? ورحتو اجازي السنة الماضية. مثلا بدي احكي. فيصل. فيصل. visited. ون رحت يا فيصل ولما سفرت؟ حجر. حجر يس كانت كورونا. او فيصل جميل سبان or two years ago. من سنتين. انا لا احبت لما سبان لي. لندن. ايو نهان لندن. والله لا اغير لك ياها. اوكي انا فيصل جميل سبانيا احلى. اوكي. فيصل لندن two years ago من سنتين. مضو فيصل زارة لندن. psychologically. هاي كلها احداث في الماضي وانتهت يعني ما في إلها اتصال في الحاضر حاليا عرفته هذا الماضي البسيط بس في إلو تفاصيل إضافية بس ما رح أشرحها هاي